طيب نروح للمنتخب منتخب مصر الحقيقة بيخش مرحلة خلينا نقول كده عنوانها أكون أو لا أكون بمعنى وده يحسب للجيل ده من اللاعبين يحسب للجهاز الفني اللي للأسف هيحسب على فطورة هو ما كانش مشارك فيها طبعا كابتن دياس سيد وكابتن محمد شوقي بشكل أساسي عليه معامل كبير جدا في قيادة الدفة كارلوس كيروش بالتأكيد اسمه محترم جدا لكن اعتبروا رجل يملك سيفي أو يملك خبرات كبيرة جدا هتفيد منتخب على المدى البعيد على المدى القصير اعتقد انه المهمة بشكل كبير جدا هيتحمل مسؤوليتها كابتن دياس سيد وكابتن محمد شوقي ان هم يكونوا عينين الراجل لانه راجل جاي مش شايف آه هيتفرج على شرائط آه هيسمع ويتقدم له تقارير بالتأكيد على حالة اللاعبين هيتابع مطشط مصر الأخرانية كل ده هيكون قدامه لكن ما اعتقدش انه بأي حال من الاحوال كافي انه يقدر يحدد ملامح الخريطة بشكل واضح ممكن مطش لايبيريا وبداية الاتحاد هيخطب الاندالة انه مفترض انه هيتم تحديد الأسماء بتاعت اللاعبين المحترفين عشان يتم مخطبة اندالتهم في موعد اقصى يوم عشرين عشان ينضموا طبعا قبل المباراة بخمساشر يوم بعد كده اللاعبين المحترفين خلينا اقول حضراتكم عليهم بالمناسبة صلاح طبعا هيكون موجود والحمد لله مصر خرجت برا الريد زون فحلت لنا ازمة كبيرة جدا يعني ان شاء الله بإذن الله لعيبة المنتخب لترعب في انجلترا مش هيبقى عندهم ازمة في الانضمام لمنتخب مصر المطشاط اللي جاي معاي كمان احمد حجازي مع صلاح هيكون احمد حجازي مدافع اتحاد جدة احمد حسن كوكا اللي بيلعب في كونيا سبورت كمان في حسابات الجهاز الفني في الفترة الحالية احمد ياسر ريان اللي بيعب في وعمر مرموش طبعا مهاجم ستوتجرد اللي الناس كتير اتكلمت عليه على انضمامه للمنتخب في الفترة الاخيرة الاسم الوحيد اللي مازال موقفه معلق هو مصطفى محمد مصطفى محمد اللي باعت طبعا في جلتا سراي واللي كان بعد احداث مطش الجابون الاخيرة ولما كان كابتن حسان طبعا متولي المسؤولية كان فيه اتفاق على ايقاف مصطفى محمد دوليا وعلى تغريمه ملايين وهنا الحقيقة يمكن يعني انا الحقيقة الموقف بتاع مصطفى محمد ما علقتش عليه في وقتها انتظارا لما سيتم اتخاذه من قرارات لكن هي مش الواقع الاولى للمصطفى والكلام اللي انا بقوله في النهاية مصطفى محمد ابن بلدي ويهمني ولعيب محترم جدا فنيا يعني انا بشوف ان مصطفى ومحمد شريف وجودهم الاتنين في المنتخب والمنافسة اللي ممكن تكون موجودة بين الاتنين في المنتخب هتصب في النهاية الصلاح المنتخب اللي عانى عانى هجوميا مش بس في الفترة الاخيرة سنين طويلة جدا شايف انه الاسمين دول مع بعض ممكن يبقوا قوى ضربة المنتخب مصر في السنوات القادمة لكن اللي هقوله للمصطفى لانه الموقف بتاع مصطفى محمد في مطش الجابون رجعني لمباراة نهائي دوري ابطال افريقيا في النجمة التسعة بتاعت النادي الاهلي المباراة اللي فاز فيها النادي الاهلي على زمالك اتنين واحد والموقف اللي حصل منه بعد نهاية المباراة انا بقول للمصطفى اذا كنت انت وانا حاسس ان انت عندك طموح كبير جدا انك انت تحقق حاجة برا وانت عندك امكانيات تسمحلك انك انت تعمل ده انت لازم تشتغل على العقلية الاحترافية شوي لانها نقصة عنك كتير وغيبة عنك حاجات كتير جدا وبدونها للأسف مهما كانت امكانياتك الفنية مش هتقدر تحقق حاجة برا اذا ما كانش عندك قدر انك انت يبقى فيه ضبط نفس واذا ما كانش عندك قدر عن يبقى فيه ثبات فعالي المخالفات اللي احنا بنشوفها على الارض مصر كانت بقى كنت بتلعب باسم نادي مصري كنت بتلعب باسم منتخب مصري لو اتكررت منك برا هتقضي على مستقبلك وهتقضي على اي فرصة لك في الاحتراف الكلام ده ما بيقفعش برا الناس دي ما بتهزرش والحاجات دي لو انت عملتها في دوريات برا او مشاركتك مع عنديها برا انا كنت بتعب فين بقى في انجلترا في فرنسا هيكون مصيرك انك بتقفل او تقضي على مستقبلك خليني اقول لحضراتكم المنتخب هيلعب ان شاء الله مطش ودي يوم تلاتين سبتمبر في برج العرب هيواجه فيه ليبيريا فرصة لكارلوس كيروش والجهاز الفاني ان هم يحطوا ملامح مواجهة ليبيا اللي هتبقى مواجهة مزدوجة انت تلعب مع ليبيا تسعة واثناشر والمطشين فيه منتعة الاهمية ونتجتهم الى حد كبير جدا هيحددوا ملامح صدارة المجموعة اللي نتمنى ان شاء الله بإذن الله انها تكون مصري